موسيقى من الميادين السلام عليكم هذه نشر الرياضية المفصلة الفلسطينيون يبتكرون أسليب شتى للفت النظر إلى قضيتهم وعرض مظلوميتهم من جراء الاحتلال الإسرائيلي المغامرة في فيان عمل رفعت العالم الفلسطيني فوق أعلى قمم جبال الققاس في روسيا على ارتفاع 5600 متر فوق سطح البحر وعتبرت عمر أن مبادرة رفع العالم جاءت للفت الأنثار إلى العدوان الصهيوني على قطاع غزة وكانت عمر البالغة 43 عاما قد تسلقت سابقا قمتي جبال توبغال وكريمانجارو في أفريقيا غرم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ناديي سلتك وسانت جونستون السكتلنديين لرفع جماهيرهما عالم فلسطين جماهير سانت جونستون رفعت العالم في مواجهة سبارتا كالترنافا سلوفاكي في تصفية الدور الأوروبي عشاق سلتك حذو حذو مواطنيهم أمام ركافيكا لإسلندي في تصفية دور أبطال أوروبا ولا تعد هذه المرة الأولى التي يغرم فيها يوفى الأنتي لرفع جماهيرها أعلام فلسطين في المدرجات استنادا إلى لوائح الحظر على استخدام الشعارات السياسية واللفتات التي لا تتلاءم مع الأحداث الرياضية اكتمل تشكيلة المنتخب الجزائري لكرة القدم وانخرط في معسكر تدريبي شرق العاصمة تحسبا لتصفية كأس الأمم الأفريقية في المغرب مطلع العام 2015 المدرب الجديد كريستيان جوركيف يخوض أول امتحان الله مع التشكيل الجزائري المنتشه بالأداء الجيد في المونديال هو الامتحان الأول لكريستيان جوركيف المدرب خليفة البوسني وحيد هللوزيج في تدريب محارب الصحراء مواجهة وثيوبيا في تصفية كأس أمم أفريقيا سبت المقبل تضع جوركيف أمام ضغط كبير فأشار أمام الصحافة لقسر فترة التحذيرات واعترف بصعوبة تعرف على اللاعبين لكنه يسر على التحدي لدينا وقت قصير للاستعداد وهو تحدي بالنسبة إليه خلال أربعة أيام وأنا متفائل بقدرة اللاعبين على استيعاب توجيهاتي مهمة صعبة تنتظر المنتخب الجزائري مما نظره الإيثيوبي اللاعبون القدامى وبرغم خبرتهم يبدون تخوفهم من التعطر بسبب هاجس الوقت وغموض خطة المدرب الجديدة لا أدري ما هي تعليمات المدرب لكن الأكيد أننا سنلعب من أجل الفوز لأنه هدفنا الأساسي إن شاء الله الوفدون الجدد والعائدون منهم إلى صفوف المنتخب همهم إثبات جدارتهم وتأقلم مع جو تدريبات والمنافسة ما من مباراة سهلة ولكننا سنعود بالفوز حتى نبدأ مشوار التصفيات على نحو المريح ينتظر المنتخب الجزائري أول امتحان صعب خارج الديار فعمل الجمهور والمناخ بالإضافة إلى غياب الانسجام بين المدرب واللاعبين قد يتسبب بعثرة بحسب محللين أنا أنظر باللي من أصعب المقابلات للفريق الوطني الجزائري أولا تغيير المدرب ثانيا رايحين اللعبوا في منطقة يعني على بالك تشتهر بالمسافة يعني العلو واللي يعني يلزم لك وقت باش نتأقلم في هذه المنطقة انطلقت إذن تحضيرات المنتخب المونديالي وانطلقت معه أمال الجزائريين في لقبين إفريقي جديد مع افتتاح تصفياته خرجة المنتخب الجزائري ينتظر أن ترفع المعنويات لتسهيل المهمة أمام المنافس اللاحق المنتخب المالي في العاشر من الجارية أسم عبد النور العاصمة الجزائرية الميادين الرياضيون التونسيون يطمحون إلى أعلى مناصب الدولة سلم الرياح مرشحا لانتخابات الرئاسة التونسية حزب الاتحاد الوطني الحر أعلن نجاح رئيس النادي الإفريقي في جمع مائة ألف تزقية من الناخبين وبالتالي تحقيق الشرط الجزائي القانوني للترشح ولا يعد الرياح شخصية رياضية الوحيدة التي تعتزم خوض المعركة الانتخابية إذ يستعد رئيس النجم الساحل رضا شرف الدين وإداريوس فاقسي المنصف إسلامي لخوض الانتخابات التشرعية عن حزب حركة نداء تونس يلف الغموض موضوع ارتداء المغرب ممنير الحدد قميص المنتخف في بطولة الأمم الإفريقية المقبلة لاعب برشلونة الإسبانية عرب عن سعادة تهب اللعب حاليا في الصفوف منتخب شباب إسبانيا الحدد يعتع ترف بعدم شعوره بالارتباك لناحية المشاركة مع المنتخب المغربي في البطولة من عدمه الوافد الجديد إلى النادي الكاتالوني نفع اطلاعه الواسع على واقع الكرة في بلده وعرب عن افتخاره بنجوم الكرة فيه جولة على أبرز العنوين والمقالات مع مايك شالهوت شكرا محمد وأهلا بكم في جولة على أبرز عنوين الصحافة الدولية التي نبدأها من فرنسا مع اليومية فرانس فوتبول فقد أبرزت كلام رئيس نادي باريس سان جرمان ناصر الاخليف قانون اللعب النظيف غير عادل الاخليف تمنى على الاتحاد الأوروبي لكرة القدم التراجع عن هذا القرار لأنه يبكي الأندية الصغيرة متواضعة كما يمنع كبار المتمولين من الاستثمار في كرة القدم والمغادرة إلى رياضات أخرى مثل الفورميلا وان دائما مع صحف الفرنسية ومنطق إلى مواطنتها لباريزيا التي أظهرت كلام اللعب باكاري ساجنا أتمنى على فرانك ريبيري التراجع عن قرار اعتزاله كلام الظهير الأيمن جاء قبل مواجهة إسبانيا وديا كما رأى أن الموسم الحالية هو نقطة تحول في مسيرته بعد الانتقال إلى منشستر سيتي وذلك بعدما قضى سبعة أعوام مع أرسنين من الصحافة الفرنسية ننتقل إلى الإسبانية مع اليومية ماركا فقد عنونت الغائبون عن لا رخ اليومية المدريدية استغربت عدم تسمية خوان متا للمشاركة في ودية فرنسا فهو من أفضل اللاعب خط الوسط متا هو واحد من ثمانية لاعبين كانوا قد شاركوا في المونديال وسيغيبون عن المباراة الودية من إسبانيا ننتقل إلى الصحفة الإنجليزية مع اليومية دايلي ميل التي عنونت بدورها كافين استروتمن على رادار منشستر يونيتد للانتقالات الشتوية بعدما حصل لويز فانجال على الضوء الأخضر من إدارته اليومية الإنجليزية وصفت الشياطين الحمر بنجم الانتقالات الصيفية وسيتابع بالوتيرة نفسها شهر كانون الثاني يناير المقبل دائما مع الصحيفة نفسها فقد عنونت وصول أنخل دمارية إلى منشستر يونيتد لمنافسة روخو على أكثر لاعب لديه وشوم بالحديث عن ماركوس روخو فقد أشار الكاتب إلى أن اللاعب الأرجنتينية لم يشارك مع اليونيتد في أي مباراة لكونه لم يحصل على تأشيرة دخول للعمل في إنجلترا مع خبر ماركوس روخو نأتي إلى ختام الجولة الصحفية والآن عودة إلى متابعة النشرة وإليك محمد شكرا لك مايك إذن التحايل على القانون هو الحل لتفادي اللعب المالي النظيف إنها السياسة الجديدة للأندية الكبرى لتعزيز صفوفها من دون أي مشاكل بحسبه صحيفة ديليميل فالموضى الجديدة في سوق الانتقالات قائمة على السعارة نجوم من حجم فالكاو ونيجريدو وجاء في تقرير للصحفي مارتين سامويل اشتري اليوم واتفع غدا ورأى أن النظام أظهر شاشة قانون اللعب المالي النظيف وما زاد الانتقالات أن الصفقات الإعارة لا تخص لعبين يبحثون عن الخبرة بل عن فريق يلعبون معه فترة طويلة الأزمة الأوكرانية ترخي بظلالها مجددا على مونديال روسيا ورقة عمل أوروبية لمقاطعة عرسي 2018 الاتحاد الألماني يعترض ونظيره الدولي يعتبرها غير مجدية طلب قادة الاتحاد الأوروبي جاء في اقتراح مقدم إلى المفوضية الأوروبية الهدف فرض عقوبات اقتصادية طويلة الأمد ذي إجراءات منصقة مع مجموعة سبع لتعليق المشاركات الروسية في الأحداث الرياضية الكبرى والاقتصادية والثقافية وبحسب فينانشل تايمز الانجليزية فقد عرض الاتحاد الألماني المقاطعة ذكر بعدم جدوى خطوة سابقة في أولمبيادي موسكو 80 عقب غزو الجيش السوفيتي لأفغانستان متحدث باسم فيفا قال التاريخ أظهر أن مقاطعة التظاهرات الرياضية ليست الحل الأكثر فعالية لتسوية الأزمات أقفل باب الانتقالات صيفية ليفتح باب الخلافات في ريال مدريد موجة مضادة في وجه الرئيس فلورنتينو باراز بدأ فيها نجم الفارق كريستيانو رونالدو وانتهت في تراب الراحل الفريدو ديستيفانو لو وافقت على عملية انتقال رادامال فالكاو إلى الريال مدريد لعدى وكيله خورخيم داس نفسه الرئيس بدلا مني كلام رئيس ريال مدريد جاء نتيجة انفجار المصالح الشخصية والخلافات الفردية أزمة أضاء عليها برنامج بونتو بيلوتا على نحو موسع مصالح تضاربت بين براس ومنداس على خلفية التوقيع مع فالكاو فالأول رفضها رفضا قاطعا والثاني تمسك بها حتى الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات سعى الوكيل إلى إيصال النجم الكلومبي إلى سانتياغو برنابيو ليصنع الأمجاد برفقة رونالدو لكن حلمه لم يتحقق فبراس خاف على موقعه الرئاسي دخل كريستيانو رونالدو على الخط من زاوية الانفاقي خلال المركات الصيفي والأسوأ هو بيع أنخل ديماريا واتشابي ألونسو الرد جاء سريعا من القائد الثاني سيرخيو راموس مدافعا عن سياسة النادي وعن الرئيس فلورنتينو براس ملامح الانقسام في الداخل الملكي بدأت تظهر فالتقارير الصحفية أشارت إلى استياء كاردو عن شلوتي لأن الرأي الفنية يعود إلى براس أكثر منه المدرب الإيطالي لاحظ أنه اختار لاعبين مثل إسكو وإيرامندي في الموسم الماضي وباتوا نجوم مقاعد الاحتياط وهذا الموسم ستكون الأولوية لخماس رودريغاس وتوني كروس وهما من اختيار براس باب آخر فتح في وجه رئيس النادي فقد أطلت خينا جونساليس صديقة الراحل ألفريدو ديستفانو على برنامج لابوث ديلا نوتشي ووصفت براس بالفاسد أخذ الرجل الأعمال حقوق الصور الحصرية من ديستفانو ورأى في سنواته الأخيرة من عمره أنه أصبح معوقا عقليا بحسب السيدة جونساليس الكاتب الشهير ميجيل نافارو عنون مقالته على موقع بونتو بيلوتا حرب باردة في ريال مدريد وأضافة لا يدعون المياه هادئة في سانتياغو برنابيو حتى العشب لم يتركوه بسلام إلى ملاعب كرة المضرب وبطولة الولايات المتحدة المفتوحة روجيا فدرير تابع زحفه نحو اللقب الثامن عشر في البطولات الأربع الكبرى فتاهل السويسري إلى ربع نهائي بفوز سهل على الإسباني روبريدو باوتستا وحقق فدرير فوزه الخامس والعشرين تحت الأضواء الكاشفة استغرقت المبارات زهاء ساعتين يفوز بثلاث مجموعات نظيفة بواقع ستة أشواط لأربعة وستة ثلاثة وستة اثنين وهذه المرة العاشرة التي يصل فيها فدرير إلى دور ثمانية في المشاركات الأحدى عشرة الأخيرة لواجهة في الدور المقبل الفرنسي جايا المونفيس الفائز على البلغري جريكور ديمتروف كان هذا ما لدينا من أخبار في نشرتنا المفصلة نشكر لكم حسن المتابعة السلام عليكم اشتركوا في القناة